على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة ولذلك دار رافض الأساسي لما يمكن أن يرتكن إليه الإنسان ولما يمكن أن ينغرس في نفس الإنسان ولما يمكن أن يمثل إيمانا حقيقيا لدى الإنسان قضية الغيب ولذلك القرآن الكريم يركز كثيرا على قضية الإيمان هذا الغيب في أول سورة في القرآن الكريم طويلة سورة البقرة في بدايتها ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة صفة المتقين السمة الأساسية أنهم يؤمنون بالغيب الفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون عندي سؤال فلسفة الإيمان في الغيب في القرآن فحواها ومغزاها والمستفاد منها مغزاها أن الإنسان مدام أنه آمن بالغيب فيما أخبر به القرآن الكريم فإن نفسه تقبل على ربه عز وجل إقبالا لا نظير له ويتعمق هذا النور الإلهي في القلب صحيح أننا لا نطلع على ملامح هذا الإيمان عند أحد لأن هذا مما وقر في القلب كما يقول العلماء نحن لا يمكن بحد من الأحوال أن نحكم على درجة الإيمان كم هي في الدواخل بقدر ما يظهر من أثر هذه الدرجة على السلوك الإنساني ولذلك العلماء يقولون الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل صحيح أننا وذي نقطة نفصلية في حياة أو في فكر المذهب الأشعاري وما يقابل من المذهب أخرى أن العمل ليس من مكونات يعني ليس ركنا في الإيمان بحيث لو أننا نفتقدن العمل نفتقد الإيمان الإيمان شيء آخر أو شيء مستقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر